كشف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حكيم حجر جم عن تطورات جديدة فيما يخص قضية لعب الفريق حمزة موالي وتلقت إدارة المولودية ردا إيجابيا من طرف أخصائي مركز أسبطار في قطر على رأسهم البروفيسور الأرماني بيليس مستشار الأمراض القلبية لماشستر يونيتد وطبيب اللاعب الدنماركي إيريكسن وستدعم إدارة المولودية في الأيام القادمة ملف اللاعب في الرابط بتقرير أسبطار لتأهيله في النادي ولم يستطع النادي العاصمي تأهيل خريج أكاديمية باردو منذ انضمامه خلال المركات الشتوية الماضي قادما من نادي لفالا الفرنسي حيث رفضت الرابط المحترف تأهيل اللاعب بعدما أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها معانته من مشاكل على مستوى القلب